عملية التغيير في العقيدة أو الارتقاء بها وتثبيتها وترسيخها تعود أول ما تبدأ إلى الوالدين فهما مسؤولان أمام الله عز وجل عن هذه العقيدة هدف ترسيخ العقيدة الصحيحة هذه من الأهداف الرئيسة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إذن عملية التغيير في العقيدة أو الارتقاء بها وتثبيتها وترسيخها تعود أول ما تبدأ إلى الوالدين فهما مسؤولان أمام الله عز وجل عن هذه العقيدة النفس البشرية ومنها هذا الطفل الصغير جبلت على توحيد الله تبارك وتعالى والتوجه إليه ولكنها تحتاج إلى مزيد من العناية والترسيخ وترسيخ تعميق الإيمان في قلبه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسعى لله إذا استعنت فاستعن بالله اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك هذا من العقيدة التي ترسخ الخالق الرازق المحي المميت القدير السميع البصير هو الله سبحانه وتعالى وهكذا نغرس في نفوسهم العقيدة هذا أول ما يغرس عن طريق التلقين عن طريق أن نلقنهم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد وتشرح له وتبين له الخالق الله الرازق الله المحي الله المميت الله الله على كل شيء قدير من بيده خزائن كل شيء إنه الله سبحانه وتعالى إذن هكذا نرسخ في قلوبهم هذه العقيدة أيضا نرسخها من خلال تعليمهم الأذكار أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم اليقظة الأكل الشرب في كل أوقاتهم نعودهم ونربطهم بالله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكساني وهداني وأواني إذن تربطه بأن هذا الخير الذي أنت فيه هو من الله سبحانه وتعالى الذي يدبر شأنك هو الله عز وجل وهكذا نحن حتى في تعليمنا للأذكار ليس تعليما آليا وإنما تعليما تربويا نعمق في نفوسهم هذه العقيدة ونربطهم بالله عز وجل أيضا نرسخ هذه العقيدة عن طريق فتح آفاق التدبر والتفكر في ملكوت الله في السماء وفي النجوم وفي الكواكب وفي الأقمار وفي الأشجار وفي الأنهار وفي البحار في كل ما خلق الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا هو الله الذي أبدع هذا هو الله تأمل يا بني تأمل يا بنتي في صنع الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني إذن هكذا نعمق ونرسخ هذه العقيدة في قلوبهم أيضا حمايتهم من صور الشرك الأكبر والأصغر والخفي أن نحذرهم منه أن نبينهم لهم وأن نجعل قلوبهم متعلقة بالله وليست متعلقة بالناس فيفعلون الأمر من أجل الله تبارك وتعالى ورغبة فيه سبحانه وتعالى وينتهون عن هذا خوفا من الله لا خوفا من الناس ولا من الرقيب ولا من محاسبة فلان وفلان